السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في كلام في البزنس الفيديو رقم 2 في نصائح للتفاوت بعض الثقافات زي اليابان وروسيا مشهور عنهم أن لو في صفقة مهمة أو تفاوت كبير غالباً هيتم على غداء أو عشاء عمل بس سؤال هنا هل دا لي تأثير حقيقي على نتيجة التفاوت؟ هل هي دي عادة موجودة عندهم؟ ولا دا فعلاً لي تأثير إيجابي على عملية التفاوت؟ فيه هنا دراسة عاملة لطيفة جداً بتدور على إيجابة السؤال مجموعة من طلبة الام بي ايت أسموا لتلات مجموعات والتلات مجموعات هيتفاوضوا على نفس السيناريو المجموعة الأولى هتتفاوض في مطا على الغدا المجموعة الثانية في غرفة اجتماعات جوه شركة المجموعة الثالثة في غرفة اجتماعات جوه شركة لكن على الغدا يعني الغدا هيتنقل جوه الشركة بدل ما كانت في المطا التلات مجموعات عندهم نفس السيناريو السيناريو بيحتاج تفاوض طويل وفيه تفاصيل واشتراطات كتيرة جدا الهدف من عملية التفاوض ان الطرفين يوصلوا لأحسن نتيجة تحقق مصلحة للشركتين السيناريو معمول ان الاتفاق ممكن يتم والشركتين يكسبوا 30 مليون بحد أبنى أو 75 مليون بحد أقصى ده يعتمد على شطارة وكفاءة المفاوضين في الاتفاق وازاي يقدروا يشتغلوا مع بعض على كل تفصيل وكل نقطة وكل بند في الاتفاق علشان يحققوا أكبر ربحية لشركتهم والنتاي كانت مبهرة الحقيقة الناس اللي عملت تفاوض على الأكل كانت نتيجهم أحسن بشكل ملحوظ من الناس اللي عملت تفاوض في الشركة بدون أكل الناس اللي تفاوضت في المطعم حققت 12% زيادة عن الناس اللي تفاوضت في الشركة بدون أكل والناس اللي تفاوضت في الشركة على الغداء حققت 11% زيادة عن الناس اللي تفاوضت في الشركة بدون أكل هنا جي السؤال يا ترى إيه السبب اللي خلى الناس دي تحقق نتائج أحسن من الناس اللي تفاوضت جوه الشركة كان أحد التفسيرات اللي موجود إنهم قد يكون إنهم بيعملوا نشاط سوا فده بيقرب الناس من بعضيها وبيخلهم يقدروا يشتغلوا مع بعض أحسن فهتعمل التجربة تانية وجابوا مجموعتين تانيين مجموعة تتفاوض برضو في الشركة في غرفة الاجتماعات ومجموعة تانية تتفاوض في غرفة الاجتماعات لكن يعملوا النشاط ملوش علاقة بالتفاوض قبل ما يبدأوا التفاوض والنتيجة إن المجموعتين تقريبا حققوا نفس الأرقام زيادة بس كانت عند الناس اللي عملت تفاوض على الأكل كان في برضو تفسير تاني إن قد يكون الناس اللي تفاوضت على الأكل الأكل بنع بينهم وبين بعض ثقة أكتر وده موجود في بعض الثقافات إن الأكل بيزود الثقة ما بين الناس لكن الحقيقة عمل سيرفي للناس اللي عملت تفاوض عشان يسألهم على مستوى الثقة ما بينهم وبين الطرف التاني والحقيقة إنه ما كانش فيه فرق كبير قوي بالناس اللي تفاوضت على الأكل والناس اللي تفاوضت في الشركة طب إيه السبب اللي خلى الناس اللي بتتفاوض على الأكل تحقق نتائج أحسن من الناس اللي تفاوضت في الشركة السبب جي من دراسة تانية خالص بتتكلم عن استهلاك الكولوكوز جوا الجسم إن استهلاك الكولوكوز بيحسن وظاق في العقل وبيقل التعصب والعنف عند الناس وده بيخليهم أفضل في عملية التفاوض وده بيبان معنا متهالي في رمضان بشكل واضح جدا الناس قبل الفطار بشكل والناس بعد الفطار بشكل تاني خالص ترجعنا الأهم نقطة في الفيديو لو أنت عايزت تتفاوض محد اختير الوقت المناسب هيفرق كتير جدا في نتيجة التفاوض لو عايز حاجة من حد اعزمه على الغد الأول وبعد كده طلبها منه فرصتك في النتيجة الأفضل أعلى بكتير لو عجب حرارك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وإن شاء الله نشوفكو الفيديو الجاي